عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم اجتماعا مع ممثلي الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية استدفى الاجتماع متابعة آخر المستجدات والاطمئنان على أوضعهم في ضوء تطورات الوضع الخاص بالأزمة الروسية الأوكرانية وخلال الاجتماع حرصت مكرم على متابعة أعداد المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقف الحالات الإنسانية في أماكن الاختباء والتأكد من سلامة أبناء الجالية المصرية في مختلف مدن أوكرانيا وموقف المصريين العابرين إلى الحدود الأوكرانية مع رومينيا وبولندا والمغر واستوباكيا حيث اطمئنت مكرم على أوضعهم ووصولهم في سلام إلى هذه الحدود مؤكدة عمل قاعدة بيانات ورفعها للجاية المعنية